بسم الله production انا انت لعبت في طرح انا انت في طرح اناこのように Guevara في وسط اللعبة دي إنما لأ يعني في فرق كبير يعني في فرق في كل حاجة يعني في إمكانيات ولعيبة محترام يعني لازم لازم تموت نفسك عشان تبقى موجود في وسط اللعبة دي وموجود في الناد الأهلي طيب يعني أكيد طبعاً وجودك في الناد الأهلي وبعد ما خلصت خلاص عقودك ومضيت زي ما أنا قلت لك أنت خلاص أول تمرين لك في الناد الأهلي إزاي أدوط الليلة اللي ما بين خلصت خلاص عقودك ومضيت وإن أنت عندك تاني يوم تمرين في الناد الأهلي ملع مختار التتش أوى تقريباً كانت تمرين الصبح فأنا خلصت بالليل صحابي كلهم بقى جولي والتليفونات بقى طول الليل حتى أنا من الفرحة بجد نمسى أربعة اليوم ده كان عند تمرين ساعة تسعة الصبح فروحت التمرين بقى تاني يوم صحيت روحت التمرين يعني مين أول واحد قبلك؟ كالعايد السؤال ده إجباري يعني أكيد في مجموعة من اللعبة أو كل اللعبة؟ أول واحد قبلني كان قبلني بره مؤمن زكريا قبلني بره دخلنا مع بعض على طول مؤمنة طبعاً مؤمن كان لعب في أم بي فترة لكن ما لعبتوش مع بعض تقريباً لكن مؤمن أول واحد قبلك دخل معاك على طول دخلت قلت بقى أنا أصلاً دخل بدور على القوضة فأمش عارف أقلي تعال خد تعال هراعف بيه تعال أهلا بيك لعبة أكيد طبعاً رحبت بيك وأنا عارف أن لعبة النادي الأهلي دايماً مش بتعود أي حد أو أي صفقة موجودة هي أنه هو غريب بيحسسون أنه هو موجود معهم بقاله فترة وأنهم أخوة يعني أم كلهم أخواته ولو احتاجت حاجة فأكيد ده شعور أنت حسب بيه أو ما دخلت أو ما دخلت قط اللبس عم حارس عبالته بقى ومكي ومحمود كابتن سيد أنا مش جديد على النادي الأهلي طبعاً يعني أنا روحت كأن أنا في أمبي بالضبط يعني هم بيبوا يتكلموا معي وبتكلموا معي بكلام إيجابي لازم أنت موت نفسك لازم لازم ولازم فحتى أنا سفرت تاني يوم معاهم على طول الجزائر على طول أه سفرت تاني يوم الجزائر على طول هل الجهاز الفني يتكلم معاك في أول يوم؟ يعني هل حصل ما بينك وبين الجهاز الفني أعداً أم لا على طول في التمرين محاضرة مع اللعيبة بدته التمرين نا اولا كانت محاضرة مع اللعيبة وبعدين انا طلعت ايبان كنت مخلص ورائش من السفر فما كاملت لش تمرين حتى يوميها طيب نادل اهل انت عارف اكيد ان انت جاي نادل اهل وان فرصة لعبك هتبقى صعبة زيك زي بقيت زملائك اللي موجودين كمان انت جاي على لعيبة بتلعب